الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد حياكم الله أبنائي وبنات الطلاب في مادة مبادئ القانون وبين يدينا درسنا في هذا اليوم بعنوان نطاق تطبيق القانون من حيث المكان والأشخاص نطاق تطبيق القانون من حيث المكان والأشخاص وقد سبق الحديث عن هذا الدرس في الدرس الماضي في الشق الأول منه وهو في نطاق تطبيق القانون من حيث المكان ونراجع نحن وإياكم ما ذكرناه في الدرس الماضي ومن ضمن ذلك ما تحدثنا عنه أن تطبيق القانون على الأشخاص هم ممن يشتركون في العيش بمكان محدد بمعنى أنهم يكونون في إقليم واحد وفي دولة واحدة فيطبق عليهم هذا القانون وهذه القواعد القانونية التي قد نص عليها وأيضا ربما يطبق بزمان قد حدد فيكون نافذ النظام من حين نشره من حين إصداره ونشره فيكون نافذ تطبيق هذا القانون وعليه يتم تحديد تطبيق القاعد القانون من حيث الأشخاص ومن حيث المكان ومن حيث الزمان فهو نطاقه يكون في عدة أمور أولا في تطبيق القانون من حيث الأشخاص وأيضا من حيث المكان المحدد الذي قد حدد وأيضا من حيث الزمان والمقصود بالزمان متى ينفذ أو متى يجب نفاذ هذا القانون ومتى يطبق وهذا مما ذكرنا في الدرس الماضي وذكرنا ما معنى نطاق تطبيق القانون من حيث المكان نعيد مرة نقرأ ونسأل سؤالا وريد منك أن تجيب عليه أخي الطالب واختي الطالب على هذا السؤال وهو ما معنى نطاق تطبيق القانون من حيث المكان ما معنى نطاق تطبيق القانون حيث المكان أحسنتم المقصود بذلك هو أن القاعدة القانونية تطبق في الدولة على كل شخص مقيم داخل إقليمها هل يطبق هذا القانون على مواطن أم أجنبي نقول يطبق على المواطن وكذلك الأجنبي فهنا المقصود من حيث ماذا نطاق تطبيق القانون من حيث المكان فأين يطبق هذا القانون يطبق في المكان وفي الدولة التي يقيم فيها بمعنى عندنا في السعودية فإنه يطبق نطاق تطبيق القانون في الدولة فعلى كل شخص مقيم داخل إقليم هذه الدولة داخل إقليم هذه الدولة سواء كان مواطن أو أجنبي فمثلا هنا مثال يعد شرب الخمور والمتاجرة فيها مخالفا للقانون في حدود المملكة العربية السعودية بينما في دولة أخرى قد لا يكون كذلك ويعني أن القاعدة القانونية تكون ملزمة وتطبق على جميع الأشخاص على قدم المساواة دون تمييز بينهم فيطبق القانون هذا ما دام أنه في داخل إقليم الدولة فإنه يطبق عليهم القانون الذي نص عليه بمعنى أنه في داخل هذا الإقليم في داخل هذا الإقليم سواء كان مواطن أو كان أجنبيا لتحقيق الغاية من القانون فمن يذكرنا ما الغاية من هذه النصوص القانونية وهذه الأنظمة هي الغاية من ذلك هو تحقيق العدل وكذلك المساواة فتحقيق العدل ومساواة هذا مما يرجى فيه في تطبيق القانون وهذه الغاية من النصوص النظامية لتحقيق العدالة طالما أنه تم نشره عن طريق الجريدة الرسمية وهي جريدة أم القرى وهنا سؤال وقد سبق السؤال عنه وهو هل يُعذر الإنسان في جهله بالقاعدة القانونية أو هذه النصوص النظامية؟ فلوش جاء شخص وقال أنا لا أعلم أن هذا النظام وهذه القاعدة القانونية وهذه المادة القانونية فهل يُعذر بهذا أم لا؟ نقول أن المبدأ من حيث المبدأ فإنه لا يُعذر أحد بجهله في هذا النظام أو هذه القاعدة القانونية ما دام أنه قد صدر ونشر في الجريدة الرسمية وهي جريدة أم القرى فيكون نافذا هذا النظام فيكون نافذا من حين نشره إذا نص على ذلك أو ربما يُنص أنه يُنفذ هذا القانون بعد تسعين يوماً مئة وثمانين يوماً وهكذا فما دام أنه قد حُدد الوقت في نفاذه فينفذ من حينه فلذلك نقول أنه لا يُعذر أحد بجهله في القاعدة القانونية أو النصوص النظامية نعيد مرة أخرى ونقول ما معنى نطاق تطبيق القانون من حيث المكان أحسنتم نقول أن نطاق تطبيق القانون من حيث المكان يقصد بها أن القاعدة القانونية وهي النصوص النظامية والمواد القانونية تطبق في الدولة التي يقيم فيها سواء كان مواطنا أو أجنبيا فإنه تطبق عليه هذه القوانين التي قد نص عليها ما دام في إقليم الدولة التي يسكن فيها ما دام في الإقليم الدولة التي يكون فيها فلذلك يطبق عليها النظام الذي قد نص عليه وذكرنا المثال على ذلك مثلا يعد شرب الخمور والمتاجرة فيها مخالفة للقانون في حدود المملكة العربية السعودية بينما في الدولة الأخرى قد لا يكون كذلك وذكرنا أن معنى القاعدة القانونية تكون ملزمة وتطبق على جميع الأشخاص سواء كان مواطنا أو أجنبيا وذكرنا أن من خصائص القاعدة القانونية أنه ملزم وأيضا يرتب على هذا الفعل جزاء في حال مخالفة القانون فهذه من خصائص القاعدة القانونية أنه ملزم وأنه يرتب على مخالفته جزاء فنقول أنه لا يُعذر أحد بجهله في هذه الأنظمة وهذه القوانين التي قد نصت ما دام أنه قد نشر في الجريدة الرسمية وهي جريدة أم القرى ومثلنا لمثال في معنى تطبيق القانون من حيث المكان من يذكرنا بالمثال على ذلك؟ ذكرنا المثال وهو أنه إذا أراد شخص سواء أكان سعوديا أو أجنبيا أن يمارس التجارة فهو خاضع للقوانين المنظمة لنشاطه التجاري بناء على مبدأ شخصية القانون وإذا جهل أو جهل جهل بتلك التشريعات المعلنة في الجريدة الرسمية ذات الصلة بتجارته كنظام التجارة فلابد أن يكون ملما بذلك ونظام الضريبة وغير ذلك من الأنظمة والقانون فلا يعذر أحد يقول أنا أجهل هذه الأنظمة فلا يعذر أحد تحقيقا لقاعدة ما هذه القاعدة؟ وهذه القاعدة مهمة جدا في معرفتها بأنه لا يجوز لأحد أن يعتذر بجهله بالقانون لا يجوز لأحد أن يعتذر يقول أنا لا أعلم عن هذا النظام أو لا أدري عن هذا النظام ما دام أنه قد نشر في الجريدة الرسمية وهجرة من القرى فلابد أن يطبق ويرتب على هذا الأمر جزاء حتى لو كان الإنسان لا يعلم بهذه القاعدة القانونية إذن هذا مثال على معنى تطبيق القاعدة القانونية من حيث ماذا؟ من حيث المكان فإنه إذا أراد شخصا سواء كان سعوديا أو مجنبيا أن يمارس التجارة هو خاضع لأي قانون خاضع للقانون للقوانين المنظمة لنشاطه التجاري على مبدأ شخصية القوانين وإذا جهل أو جهل بتلك التشريعات المعلنة في الجريدة الرسمية ذات الصلة بتجارته كنظام التجارة ونظام التغنيب وغير ذلك من أنظمة القانونية فلا يعذر تحقيقا لقاعدة وهي عدم جواز الإعذار بالجهل للقانون نستكمل نطاق تطبيق القانون ذكرنا الآن نطاق تطبيق القانون من حيث ماذا؟ أحسنتم من حيث المكان الآن سنأخذ الشق الآخر وهو من حيث الأشخاص فماذا سنتعلم وماذا سنأخذ؟ يتوقع منك أخي الطالب واختي الطالب في نهاية الدرس أن تكون قادرا على أن توضح ما المقصود بنطاق تطبيق القانون من حيث ماذا؟ من حيث الأشخاص وأيضا أن تمثل على نطاق تطبيق القانون من حيث الأشخاص والآن سندخل إلى درسنا ما المقصود بمعنى تطبيق القاعدة القانونية من حيث الأشخاص؟ ما معنى ذلك؟ معنى ذلك بأن نقول أن القاعدة القانونية في دولة ما لا تسري إلا على الأشخاص الذين يحملون لجنسيتها المواطنين وكذلك المواطنات وبغض النظر عن أماكن إقامتهم وبغض النظر عن أماكن إقامتهم لذلك تقوم الدولة بفرض قوانينها على مواطنها خارج إقليمها فهنا يطبق القانون من حيثية أخرى وهو أنه لو كان خارج هذا الشخص مدام أنه مواطنا ولو كان خارج هذه الدولة وخارج إقليمها فإنه يطبق عليه القانون من حيث ماذا؟ من حيثية الأشخاص من حيثية الأشخاص ما معنى الأشخاص؟ يعني أنه مواطن يعني أنه مواطن أو مواطنة فإنه يطبق عليه هذا النظام حتى لو كان خارج نطاق الدولة حتى لو كان خارج نطاق الدولة فإنه يطبق عليه ويفرض عليه هذه القوانين مثال ذلك؟ ما هو المثال على ذلك؟ مثال ذلك لا يجوز للسعودي أن يتزوج بامرأة أجنبية دون أخذ الإذن المسبق من السلطات السعودية المقتصة فإنه يطبق عليه هذا النظام فإنه يقول لا يجوز له أن يتخذ هذا الأمر حتى لو كان في خارج نطاق الدولة لأنه يطبق عليه القانون من حيثية أخرى ليست من حيثية المكان وإن من حيثية أخرى ما هي؟ أحسنتم من حيثية الأشخاص بشخصه كونه مواطن سعودي أو مواطنة سعودية فلذلك لا يجوز أن يتزوج بامرأة أجنبية دون أخذ الإذن المسبق من السلطات السعودية المقتصة وذلك بناء على المادة الثانية من لائحة زواج السعودي بغير سعودية والسعودية بغير سعودي الصادر في 2012-1422 للهجرة فإذن هذا من أمثلة نطاق تطبيق القانون من حيثية من حيثية ماذا؟ من حيثية الأشخاص فإذن المقصود بذلك أن القواعد القانونية عندما تطبق في دولة ما لا تسري إلا على ماذا؟ إلا على الأشخاص مادام أنه يحمل الجنسية السعودية فإنه يطبق عليه القانون السعودي حتى لو كان في خارج إقليم الدولة ومثلنا على ذلك بمثال وهو أنه لا يجوز للسعودي أن يتزوج بمرأة أجنبية دون أخذ الإذن المسبق من السلطات السعودية المقتصة وذلك بناء على المادة الثانية من لائحة زواج السعودي بغير سعودية والسعودية بغير سعودي وقد صدر ذلك في يوم 2012-1422 للهجرة فإذن بينا الآن ما معنى نطاق تطبيق القانون من حيث ماذا؟ من حيث الأشخاص لأنه سبق وذكرنا أنه نطاق تطبيق القانون من حيث المكان فإن المقصود فيه في إقليم الدولة التي يسكن فيها سواء كان مواطنا أو أجنبيا فإنه يطبق عليه القانون فإنه يطبق عليه القانون أما هنا فإننا نتكلم أنه في نطاق تطبيق القانون من حيث الأشخاص كونه يحمل هذه الجنسية السعودية فإنه ينفذ عليه تطبيق القوانين السعودية ومثلنا على ذلك بمثال حتى لو كان في خارج إقليم الدولة فإنه يطبق عليه هذا القانون كونه من حيثية أخرى وهي من حيثية تطبيق القانون من حيث الأشخاص ومثلنا بذلك بمثال وهو عدم جواز أولاية جزر السعودية لتزوج بمرأة إجنبية دون أخذ الإذن المسبق من السلطات السعودية المختصة وبينا على ذلك بأنه قد صدر نظاما أو مادة ثانية من لاحد زواج السعودي بغير السعودية والسعودية بغير السعودي وقد صدر ذلك في يوم 2012-1222 للهجرة هنا هذا المثال وهو لائحة زواج السعودي بغير السعودية والسعودية بغير السعودي وهذا الباركوت تستطيع الرجوع إليه وتأخذ معرفة في ذلك هنا في النشاط الإثرائي أبحث وأدون باستخدام المصادر التقنية تصفح لأحد زواج السعودي بغير السعودية والسعودية بغير السعودي ثم أدون الفئات الممنوعة من الزواج بأشخاص من غير الجنسية السعودية فأريد منك أن تبين ذلك من خلال النظر إلى هذا الباركوت وتبين هذا الأمر هنا الآن بينا قبل قليل ما معنى نطاق تطبيق القانون من حيث الأشخاص وبينا أن القاعدة القانونية ومقصود في ذلك في دولة ما لا تسري إلا على ماذا على الأشخاص الذين يحبلون جنسيتها سواء المواطنين أو مواطنات وأيضا بينا المثال على ذلك فهنا نختم بدرسنا بهذه الأسئلة بأسئلة التقويم أتحقق ما المقصود بنطاق تطبيق القانون ما المقصود بنطاق تطبيق القانون بينا قبل قليل أن في درسنا نطاق تطبيق القانون من حيث المكان ومن حيث ماذا من حيث الأشخاص هنا السؤال الذي يليه ما الأحكام الخاصة بتطبيق القانون من حيث المكان ومن حيث الأشخاص أريد منك أن تبين وتجيب على هذا السؤال من خلال المناقشة هنا أستخلص ما النتائج المستفادة من معرفة نطاق تطبيق القانون من حيث المكان ومن حيث الأشخاص وأريد منك أن تجيب على هذه الأسئلة وبذلك نكون انتهينا من درسنا في هذا اليوم نسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح ويلهمنا رشدنا ويلوفقنا لكل خير ويعيننا عليه وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين ترجمة نانسي قنقر